اشتركوا في القناة في نظام الرعاية الصحية النمساوية انخفاض أسعار الطاقة المنزلية للشهر الحادي عشر على التوالي والخطوط النمساوية تعلق رحلاتها إلى طهران حتى نهاية أكتوبر مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم ضع رئيس النمساوي أليكساندر فاندلبين قادة الأحزاب الثلاثة FBO ووفوبي وSBO لتوضيح مواقفهم حول التعاون المحتمل بينهم قبل إصدار تكليف رسمي لتشكيل الحكومة جاء ذلك في محاولة لتفادي إهضار الوقت في مفاوضات تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن الوضع الحالي غير محتاد بعد فوز حزب الحرية في الانتخابات مع رفض باقي الأحزاب التعاون معه وأعطى فاندلبين مهلة حتى نهاية الأسبوع للقادة الثلاثة للتوصل إلى اتفاق مدئي حول التعاون وأكد أن الدستور لا يلزم بإصدار تكليف رسمي لكن هذا الإجراء يعتبر تقليدا متبعا في النمسا أضجت وزاعة الخزانة الأمريكية الفلسطينية النمساوية عادل سعد الدين حسن دوغمان على قائمة العقوبات محتبرة أنه مسؤول عن نشاط حماس في النمسا وأحد أبرز ممثل الحركة في أوروبا وأضحت الوزارة عبر موقع رسمي أن دوغمان يرتبط ارتباطا وثيقا بكبار قادة حماس وقد شغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة للحركة وبالإضافة إلى دوغمان الذي ترك النمسا بعد أحداث غزة إلى جهة مجهولة أعلنت الوزارة عن إدراج رجل أعمال اليمني حميد عبد الله الأحمر وثلاثة أشخاص آخرين وشاملة العقوبات أيضا الفلسطيني ماجد الزير والأردني محمد محمود عوض حنون حيث وصف الزير بأنه الممثل الأقدم لحماس في ألمانيا رفضت النمسا توسية المفاوضية الأوروبية بتوسيع المناطق الخالية من التدخين في الأماكن العامة لتشمل ملاعب الأطفال المدارس وحمامات استباحة وحتى في المناطق الخارجية للمطاعم وحذر ماريو بوكلر من غرفة التجارة النمساوية من تأثيرها المدمر على قطاع الضيافة كما أعرب نواب من مختلف الأحزاب النمساوية عن رفضهم معتبرين أن المفاوضية الأوروبية لا تملك الصلاحية لفرض مثل هذه القيود وأشار وزير الصحة النمساوية نوهان سراوخ إلى أن البلاد تطبق بالفعل حظرا صارما على التدخين في بعض الأماكن العامة منذ عام 2018 كشف تقرير الصحة النمساوية عن تزايد الانقسام في نظام الرعاية الصحية حيث يعتقد نصف المواطنين تقريبا أن نجاتة العلاج تعتمد على القدرة المالية وأظهر التقرير رغبة 90% من النمساويين في تقليل فترات الانتظار وتوفير المزيد من الإطباء بينما عبر 51% عن رضاهم بالنظام الصحي وأبدى 15% عن رضاهم التام وأشار رينهارد رامل من معهد إيفيز إلى تزايد الشعور بوجود نظام في درجتين يعتمد على الإمكانيات المالية كما دعت نائبة رئيس غرفة الأطباء في فيينا إلى تحسين ظروف عمل الأطباء مؤكدة أن الحل يكمل في الوقاية وزيادة التمويل النظامي الصحية سجلت أسعار الطاقة المنزلية في النمسا انخفاضة ملحوظة بنسبة 1.9% في أغسطس مما يمثل الشهر الحادي عشر على التوالي من التراجع وفق لوكالة الطاقة ومؤشر أسعار الطاقة كما شهدت أسعار زيت التدفئة والوقود أكبر انخفاض فيما تراجعت الأسعار بشكل عام بنسبة 11.5% على مدار العام مما ساهم في تخفيف التضخم وأوسط وكالة الطاقة العملاء بمراجعة عقودهم الحالية حيث انخفضت أسعار الكهرباء والغاز إلا أنها لا تعكس التغيرات في أسواق الجملة وسجلت أسعار الغاز والكهرباء انخفاضات طفيفة بينما تراجعت أسعار البنزين الممتاز والديزل بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي أعلنت شركة طيران نمساوية تمديد تعليق رحلاتها بين فين وطهران حتى 31 أكتوبر 2024 بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وجاء هذا القرار في بيان النشر الأربعاء حيث أوضحت الشركة أنه يتماشى مع قرارات شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفت هانزا وكانت الرحلات إلى طهران قد أوقفت في السابق حتى 14 أكتوبر وأشارت الشركة إلى أن الركاب المتضررين يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم مجانا أو استداد كامل المبلغ كما أكدت استمرار تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية أكتوبر مع الإبقاء على رحلاتها إلى عمان وأربيل كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثانا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة